سمعة سيئة للنشويات ونصائح متضاربة بشأنها لكن يبقى شيء مهم أن جسم الإنسان في حاجة إليها فهي إحدى مجموعات الأغذية الأساسية عشر معلومات من الضروري معرفتها عن النشويات ليست كل النشويات سيئة فهي مصدر للطاقة وتشمل النشا والسكر والألياف لكن بعضها مصدره طبيعي والآخر يصنع ويكرر في المصانع اختبار رقائق البسكويت ضروري لمعرفة كمية النشويات التي يحتاجها الجسم مضغ قطعة بسكويت سادة لم يتغير طعمها بعد ثلاثين ثانية هذا مؤشر على ضرورة اتباع حمية قليلة النشويات النشويات السيئة يمكن تحويلها إلى جيدة من خلال طبخ الأطعمة وتبريدها لا بأس بتناول الخبز من الشعير تحميص الخبز مباشرة بعد إخراجه من البراد لتحويل النشا إلى مقاوم للامتصاص بالتالي تقليل السعرات الحرارية تناول النشويات الجيدة يقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة ثلاثين في المئة تناول النشويات المكررة يساهم في زيادة حالات السكري لكن الحمية بنشويات منخفضة لها دور في تخفيض السكري من النوع الثاني النشويات السيئة تدمر الخصوبة اتباع حمية بنشويات أقل يساعد المرأة أيضا على التحكم في صحتها أثناء الحمل النشويات السيئة قد تغير الجينات وتورث الأطفال المشاكل الصحية أبحاث مختلفة ودراسات في علم الجينات والأحياء أكدت أن أي نظام حمية سيئ يمكن أن يؤدي إلى تعديل الجينات أو الإضرار بها وهو ما ينطبق أيضا على النشويات في حال زيادتها أو حذفها تماما من النظام الغذائي هنا فواز العربية